السلام عليكم خوزاتي كديري اللي بس عليكم متمنوا تكونوا بي خير وعلى خير نخيط معكم هذا الجليل بلي في السلطة كما قلت لكم غادي نوريكم الطريقة دي الخياطة ديالا غادي نمنطيوها هكا بالخياطة حيث هاديرا كما قلت لكم هات تتخدم كلها بالعقيق دق الجلالة ديال هاد العام اللي كيجوا كلهم دايرهم بالعقيق في بلاسة ديال الخياطات الكتاف ومن الدراع من الافتيحات لها بالطعم لقب كل شي كيجي بالعقيق وغنضيل لها واحدة الرشي ما في الوسط كما كتشوفو كالاول حاجة كنديروه هي كالمنطيو الكتاف تبع الجليل بديها اللي عيد ان شاء الله البنيتات هادي كتجي ساهلا كتفصليها وكتمنطيها هكا بالماكينة وكتدفعيها هكا شي وحدا كتنبت لحقاك ولا تنبتها يمكنك تنبتها حتى الراسك راسها هل تنبت ديالها سوف هنا هذي المنطي للكمان كما كتشوفو كنحطوهم على هالطريقة هادي وكندوزو عليهم بالخياطة خليو سانسيم ديال الخياطة ديالنا كما شو هذي المنطي ها من الكوطي هذي هنها بطبعي كما شو هذي المنطي ها من الكوطي هذي هنها بطبعي بالخياطة كتجي لها تشكل كندير ذاك الخياطة ديال الدراه كندير الخياطة عند الخياطة نقدو لكم وكندوز على هالطريقة هذي كما كتشوفو دعبا كتاريا ولو هاد جلالة ببلديين كتاف طايحين هاد العام اكتاريا خدمت غيبي هوم لبنيتا الصغار الصغار واحتر الكبار كيجيو زوينين كيجيو في اللبسة من أخوين كيجيو شوية عراضين كيجيو شو بحل الجلال بالعاديين كما شو هنها يا ركا نعبر بش هذي نخلي الفتحة هندي لهم الفتيحات في الجناب غي صغيبرين فتيحة تكون فيها شي 12 سنتيم ولا 13 لحسب بنيتا صغيرة هنه غدينا المنطي معاكم القب تشوفوا الطريقة ديال المونتج ديال القب هادين خيط تما واحد السبعة سانتيم كيما قد شوفوا غادين قطاع واحد السانتيم واحد الكرانه نديرها سانتيم وغادين نقلب وغادينكمل الخياطة هذا باجيها فلوع لوجه هذيكرا غادين خياطة من الداخل ديال القب و هذه ستأتي على بره و أعطيها للدهر و لا تأتي بيناه ستأتي على الدهر هذه هي الطريقة الخياطة للقب ستأتي بينا من ذاك الرأس و لا تأتي بيناه ستأتي بيناه ستأتي بيناه كما ترى من الداخل و كما ترى 7 سنتيم لخيط هذه لا تتقنى بين الخياطة خارجا من ذاك القنيز سأجب الدورة بيناه كما ترى على هات الشكل سأفعل كرانة في المنتصف الخلف سأفعل الخياطة القب الذي أفعله في المنتصف سأفعل كرانة سأفعل لديك لكي تجد حاجة لكي تأتي بيناه ضروري باش يعاونوكم في الخياطة سافي وغادي نجيب هاتيك الجيهة الخران اللاقيها مع الجيهة ديال ديال الدورة ديال الرقابة وغندوز بالخياطة ديالي نخلي واحد سنتيم هاتيك الجيهة ديال القب هي كنخليها زايدة شوية كنخلي فيها واحد سنتيم ونصف حتى الجوج باش فالتالي غادي نفيني بيها والدورة ديال ديال الجلابة نفتحها ديال الرقابة نخلي فيها غاية واحد سنتيم هاتي الجيهة ديال القب هي اللا غا نفيني بيها وانتو ما تشوفوا معاي الطريقة كيفش غا ندينها باش غادي يجي نفيني من الداخل كمشي بالخياطة حتى للتالي تصافي كما كتشوفوا على تشكل هادا وانضروري نشوف الخياطة والجيين متقابلين ديال الجيهات بجوج هادي هي الدورة ديال القب وغادي نجيبو دا باداك اللي قلت لكم غادي نفيني بيها كان طوي واحدة نص سنتيم لها تشكل وكان ولي نطوي نص سنتيم واحدة من الداخل مش ما يبقى لنش باين داك داك الزوائد ديال الخياطة ما يبقى لنش باينين كمي كتعرفوا القب فاش كي تفتح را كي يجي باينة داك البلاسة كتجي باينة من الداخل خصا تجين فيني عندنا سوف غادي نطوي هكا جوج طويات كما وريدكم وغادي نزدوز بالخياطة ديالي راساها هلها تجلي ليبا اتمنى تعجبكم اه اعجبكم الفيديو وتعجبكم الفكرة انا قم بغي نشارك معكم في هاد الشغير ديال رمضان شي حاجة قادية البنيات اللي بغى تصاوب البنياتها في هاد العيد ولا في 27 اخاوات اللي كيتعلموا اقول لهم الله يسهل عليكم ان شاء الله تعلموا تنتو ما الصنعة صنعارها مديانة صافي كنمشي مع هاك كايا كان طوي كما كتشوفو كنتفع دائما بسبعاني وكنشد وكنساعد بيدير بجوج صافي على هات الشكل هادا اذا بقاو شي خواطات ولا شي حاجة ركن في ندوز معاو بفينيسيو دا بغدين ديالوغلي عود للدورة ديال القب الفم القب كما كتشوفو ركي يجين فيني كاجولاش ناتف لاتشي حاجة باينا دبا غادي نشدك الفتحة ديال القب وغادي ندوز معا هاتا هي بالوغلي رد الدورة ديال القب ركي ندير لغلي الجيهة ديال الجلابة للوجه ديال ماشي للداخل لحقاش القب ركي يجين انفتوحها كايا كي يجين دخلاني دياله ولي باين ندير واحد طوية سانتيم ونزيت سانتيم واحد اخر جوج طويات كما كتشوفو على هات شكل هادا وكنطويوهم اللوجه كما كتشوفو معاين تمنى يكون باين هدا هو الوجهة ديال اللي عندي اللي شاده بيدية صافيا غدي نطوي جوج طويات اللي حساب تماية في دك الطوية في دك الوغلي دك السانتيم ديال اللوغلي غايدوز لنا العقيق ندوزو العقيق بالسنسلة يدوزو مخالف راكم شايفين هات جليل البد ديال هاد العمكي كي يجيوا بالعقيق كما كتشوفو كيدوزو بلوغلي واحد سانتيم وتم ذاك الفتيحة ديال سبعة سانتيم حتى هي كندير لها اللوغلي كنطويها كنحاول نجيبها نفيني كما كتشوفو معايا على هات شكل حيث راكوشي كي يجينا مغطي بالعقيق مغطي بينا تشي حاجة سوف دائما كنحاول ندخل دك كي لا كان شي تشنتيف ولا شي شي حاجة كندخلها الداخل كنطويها وندخلها في لغلي شمجين اش بينا مع لبرة وادا هو القب ديالنا كيما كتشوفو يجعلها تشكل كما شتو معانا راكيجين فيني الخياطة كتجيها كامجلوبة ديال القب وتم غايدوز العقيق عندي في الليمونش غايدوز في الطورة ديال ديال الدراع كما شتو هنا يعودا ندير لغلي غنطوي جوج ديال سانتيم غنطوي السانتيم اللوول ونزيد السانتيم الثاني كي يجينا كوشين فيني المترجم الثاني ونزيد السانتيم وهذه الفتحة هي غنطي لنصف الطريقة كنطوي سنتيم ونزيد سنتيم الثاني كنطوي على هاتشكل هذا كنطوي سنتيم سنتيم في سنتيم ونهبط معها أطلب طريقة إطلاع تطلع تطلع يطلع تطلع 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 أهالك كمشتو الأغلي راني معل لماذا كسبعة سنتين من اللي خليت ولا ستة الاحسب شحل ما بغتي تخلي هنا في الأغلي وكن طوي على هاتشكلته هو كنديرو اربعة سنتين فربعة نطويوه وهادي يجلى بعدينو السلام عليكم ورحمة الله شكرا